موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام إنما كنتم أهلا وسهلا بكم يواصل المتخب الجزائري اللاعبين المحليين تحذيراته تحسبا لمشاركة في البطولة الإفريقية التي تستطيف الجزائر من 13 جنفي إلى الرابع في بريال مقبل حيث دخل أشبال مدرب عبد المجيد بوغرة في اليوم الثاني من تربص المنتخب بمركز التحذير التقني بسيد موسى في الجزائر العاصمة وخاذ الغوضر حصتين تدريبيتين واحدة صباحية وأخرى مسائية وضع فيها المدرب بوغرة لمساته على التشكيل وسيخوض اليوم زملاء أيوب عبداللوي حصة تدريبية أخرى مساء اليوم متبوعة بحصة السرجاع لمواصلة التحذير الجدي حلت بعثة المنتخب الغاني بالجزائر يوم أمس عبر مطار هواري بمدينة الدولي بالعاصمة تحسبا لمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين هذا وكان في استقبال بعثة منتخب النجوم السوداء عضو المكتب الفيدرالي حاكم الدان وسط جواء رائعة أسعدت كثيرا الغانيين الذين عبروا عن امتنانهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم المحكم لدى وصولهم إلى الجزائر يذكر أن المنتخب الغاني يوجد في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مدغشقر المغرب والسودان كل شيء كان رائعا نحن سعداء جدا الاستقبال كان رائعا أظن أننا سنقضي أوقات جيدة في الجزائر الاستقبال كان رائعا من طرف المنظمين أشان هذا العام سيكون مختلفا بكل المقييس جئنا إلى بلد كرة القدم من أجل اللعب جئنا إلى هنا لنكون ضمن الفائزين نحن هنا من أجل أهدفنا سندعو الأمر لله وللحظ ولما نحن له مستعد نعي قال عضو المكتب الفيدرالي حكيم مدان لدى استقبال بعثت المنتخب الغاني بمطار هووري بومديان بالجزائر العاصمة قال أن الجزائر ستتكفل بنقل المنتخبات المشاركة في الشأن سواء المنتخبات التي قدمت عبر المطار الجزائر العاصمة أو الولايات الأخرى المعنية بالمنافسة الافريقية مؤكدا أن كل المنتخبات ستحظى بنفس الاستقبال كل الفرق اللي يجوزوا من الجزائر العاصمة ويتنقلوا في الداخل الوطن نحن لنستكلفوا بكل أشياء ولكن هناك نظن هناك بعض المنتخبات اللي راح يلعب في قسنطينة أو اللي يلعب في عناب أو يلعب في وهران أيضا سلطات المحلية راهم عارفين وعارفين الاستقبال كيفاش ولكن كل المدن عنابة قسنطينة الجزائر وهران راح تكون نفس الاستقبال لكل المنتخبات ما عندنا أي منتخب أفضل من المنتخبات كما أكد مدن مشاركة كل المنتخبات في بطولة إفريقيا للمحليين بالجزائر وفندن كل الإشاعات التي راجت حول عدم حضور على المنتخبات للمشاركة في الشهن هذا ما فيش ما فيش أي مشكل في هذا يعني الناس اللي رام يتكلموا على هذه الأشياء نظر غير الترويج يعني في النيغاتيف نظر باللي الناس كامل على بالهم باللي أهمية يعني المنتخبات في المشاركة لأنه كما تعرف يعني قانون الكافرة معروف يعني ما يتقدرش يعني بلد أو منتخب ما يشاركش في نهائية كالفريقية يعني المحليين وبخصوص حفل الافتتاح أكد مدن أن الحفل في المستوى مستوى التطلعات وبصمعة تليق بالجزائر تاريكان عنصر المفاجأة للجمهور خلال الافتتاح لازم تكون مفاجأة لا نعطو لكم الآن وبعد المفاجأ ما يجوش لا 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 نظن باللي إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله تكون يعني حفل الافتتاح في المستوى وكما قلت لك يعني هذه بلادنا ونحب بلادنا لازم نديروا ليد في ليد لأننا احنا الأهداف تعنا أهداف رانا نشوفه بعيد يعني مش إلا كأس إفريقيا المحلي إن شاء الله أيضا يعني نهائية كؤوس إفريقية نظم يعني تظه لازم نعود في الميدا تسعيد مدينة البهية وهران غرب الجزائر لاحتضان مباريات بطولة أمم إفريقيا للعبين المحليين 2022 التي تصدفها الجزائر من 13 جنفي إلى 4 فبري المقبل حيث سيكون منعب وهران الأولمبي واحدا من سلاسل الشان بعد أن شهد الصائف الماضية على نجاح المبهر للجزائر في ألعاب البحر البيض المتوسط بصمة الرياضة وأيقونة للرياضة نافذة على المستقبل بالقاعدة المتينة للماضي القريب ملعب وهران الأولمبي الجديد صرح متكامل وجوهرة رياضية بامتياز لمدينة البهية وهران غربية الجزائر التي سبق لها أن تميزت بشهادة البعيد قبل القريب من خلال تقديم واحدة من أحسن نسخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط إن لم تكن الأحسن على الإطلاق الملعب التابع لمركب ميلود هدفية 49 ألف متفرج سيكون أحد السلاسل بطولتهم من إفريقيا للمحليين التي تستضيفها الجزائر بين 13 جنفي والرابع فيفري المقبل من خلال استقبال أكبر عدد من مباراة الشان بمجموعة عشر مباريات سبعة منها ستكون ضمن الدور التمهيدين المجموعتين الرابعة والخامسة بالإضافة إلى مباراة في ربع النهائي وأخرى في نصف النهائي ولقاء تحديدي المركز الثالث منشأة بمواصفات عالمية وبأرضية ميدان معشوشبة طبيعيا تمتاز بنظام سقي عصري مربوط بمحطة الأرصات الجوية لتكييف المعطيات أوتوماتيكيا في تقنية استخدمت لأول مرة في ملاعب القارة السمراء الصرح الرياضي مزود أيضا بكاميرات مراقبة عالية الدقة وأربعة مراكز حراسة ومرأب للسيارات بسعة 1500 سيارة بعيدا عن الملعب الوفود التي ستكون بالباهية ستجد مدينة شاسعة واسعة بمناطقها السياحية والثقافية المميزة سحر وهران أثر يبقى ولا ينسى هي مدينة تعود لتكون قلبا نابضا للشان البروفا المصغرة من كاس إفريقيا ويبقى الهدف الأسمى هو تعبيد طريق نحو فوز الجزائر بشرف تنظيم كان الفيني وخمسة وعشرين قدم نادي النصر السعودي ومسية أمس النجمة البرتغالي كريسانو رونالدو لعبا للفريق بعد حفلة مميزة وكبيرة نظمها النادي على شرف الوافد الجديد على النادي والدولة السعوديين وهذا بمرعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية ريال وسط حضور جماهير غفير الظاهر رونالدو وخلال الندوة الصحفية التي عقبت تقديمه عرب عن فخره وصعدته بالانضمام إلى النادي العالمي كما يلقب نادي النصر بدوره كان قد أعلن عن تعقوده رسميا مع أسطورة كرة القدم البالغ من العمر سبعة وتلاتين عاما بعقد يمتد إلى صائفة عام الفين وخمسة وعشرين هذا وسيحمل رونالدو في نديها الجديد رقم سبعة أشعر بارتياح كبير هنا وفخور باتخاذ هذا القرار الكبير في حياتي نلت كل الألقاب في أوروبا مع أكبر الأندياء هناك الآن ينتظرني تحدي جديد في آسيا أنا سعيد لانضمامي إلى النصر الذي أعطاني الفرصة لتطوير كرة القدم وأن أكون قدوة ومصدر إلهام للأجيال الصاعدة مرة أخرى أقولها أنا سعيد وفخور بهذا القرار هذا وعبر نصر النصر السعودي عن سعادتهم وفخرهم بضمام النجم العالمي كريسانو رونالدو لنادي العالمي والله صفقة كبيرة صراحة الأمانة تدعم نادي النصر بشكل كبير لاعب عالمي بمستوى كريسانو رونالدو برضو كذلك تدعم الدور السعودي وتحفز جميع الأندية وكذلك أيضا تدعم رؤية 2030 صفقة كبيرة لنادي كبير طبعا والنصر قادر على جلب هذا اللي شفناه جلب رونالدو وقادر على أيضا جلب نجوم آخرين وبإذن الله إن شاء الله تكون حتى بداية خير حتى اللاعبين العالميين كذلك بأنهم يشرفون في المملكة العربية السعودية وفي النصر كذلك خصيصا مشهدين الكرام لهاية المعادة الرياضي شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة